بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي ها نحن طلابي نلتقي من جديد في هذا الأسبوع للحديث عن الورقة الأولى من الاختبار وسيكون الحديث حول السؤال الخامس والسؤال السادس والسابع وبعده سيكون لنا نقوم بعمل اختبار بهذه الأسئلة التي تم العمل عليها طلابي سيكون الحديث بكيفية حل السؤال الخامس وكنا قد تحدثنا ولكن وها نحن نقترب من نهايات المادة إلى الامتحان النهائي أود أن أقول لكم بأن هذا الامتحان نقوم بحله هذا السؤال والذي يتحدث وستجدونه على صفحة المنصة بتاريخ ثلاثة وعشرين ثلاث سيتحدث عن مدينة ناطحات السحابي ألا وهي شباب وهذه المدينة هي بلدة أثرية في محافظة حضرموت شرق مدينة اليمن تتميز بالمنازل تتميز بأن فيها وسطها الامكانية المتاحة تتميز بيوتها بأنها طينية وهي ذات ارتفاعات شاهقة طلابي طلابي بهذا السؤال هو يعطيك نص وعليه مجموعة من الأسئلة وسبق قد يعني تعرفنا على نص آخر ولكن كما قلت لكم من باب التدريب والتكثيف بالعمل يجب عليك الاطلاع على هذا النص الجديد وهي ورقة امتحان جديدة لعام 2020 أو 2021 وهي بيبر ورقة جديدة لذلك يجب عليك أن تبقى مع الأبدية في المنصة أولا بأول بحل مثل هذه الأسئلة المطلوبة هذا السؤال طلابي عليه عشر علامات وهذه العشر علامات يجب عليك أن تركز جيدا على أن لا تضيع أي علامة بحيث تقرأ النص قراءة جيدة تفهم معناه وتنتقل لحل التمارين من بعده سؤال رقم 6 دائما يكون على نمط السؤال الخامس دائما يكون على نمط السؤال الخامس ولكن هو يأخذ عبارات من هذا السؤال وهذا النص يفرغه من بعض الكلمات يريد منك أن تعيد ترتيب الجمل مرة أخرى لتخرج بجملة جديدة من حيث المعنى واللغة دون أن تغير عليها أي شيء وكنا قد تحدثنا وإذا ما دخلت أنت إلى المنصة بتاريخ 24 ستجد ورقة عمل موجودة من بيبر ون عن هذا السؤال أيضا طلابي سؤال 6 هو سؤال يعني وضع حركات على الجمل وهذا كما قلت لكم يتحدث عادة عن في له عدة موضوعات فكانت موضوع الورقة هذه عن الموسيقى وأهمية الموسيقى في حياة الإنسان وضع لك نصا هذا النص طلابي ضلل على بعض الكلمات الموجودة أنت ستقوم بوضع الحركات على كل كلمة من هذه الكلمات العشر حتى تصل إلى علامة 5 من 5 علامات وكنا قد تحدثنا بهذا السؤال ولكن كما أكدت لك وأؤكد عليك أننا نكترب من النهاية فلابد من الضغط على مثل هذه الأسئلة التي تجمع بها أنت علامات للتوتل النهائي من علامتك النهائية يجب عليك أن تركز على قبل هذه الكلمات ما لديها من حروف جر ضروف وغير ذلك أيضا تركز على أن تكون مبتدأ أن تكون خبر أن تكون بعد اسم الناسخ أن تكون بعد حروف جر إلى آخره من القواعد التي تم شرحها خلال الحصص والأسابيع الماضية هذا الطلاب مجمل الحديث دمتم برعاية الله على أمل اللقاء بكم بحول الله في الأسابيع القادمة شكرا وأنتم ونحن برعاية الله جميعا